نقلت نقاط مناسيب التوتالي ستيشن او الميزان بدءا من نقطة معلومة ولفيت ورجعت لها تانية او جدت اقفل على نقطة معلومة تانية ولقيت ان انت قافل غلط في عندك خطأ في الميزانية اصحى الخطأ ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه بإذن الرحمن في فيديو النارد السلام عليكم من الاخبار معكم بس من السعيدة بنصفحة السؤال في المساحة والنهار ده نتكلم في جزئية تصحيح خطأ الميزانية ازاي نصحح خطأ الميزانية؟ انا ابتديت من نقطة معلومة بنشمارك او روبير او شير بقيا يكن المسمى بتاعك واخدت منه النقاط وفضلت تسلسل لحد ما وصلت لنقطة معلومة تانية او لفيت ورجعت تاني تقفل عليه لقيت ان فيه خطأ معاك كان المفروض عشرة وانت جيت تقفل لقيته عشرة وخمسة سنطي فاصحح الموضوع ده ازاي ده بإذن الرحمن اللي هنعرفه في فيديو النهاردة لكن قبل ما نبدأ ان شاء الله عايزينك تعمل لايك للفيديو وتنزل تشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل جرس الاشعارات للكل اقول عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الرحمن دلوقتي الطريقة دي سريع على اي نقاط مناسيف سواء انت كنت نقلها بالجي بي اس نقلها بالتوتال استيشن نقلها بالميزان اهم شيء ان هي تكون مقفولة على نقطة معلومة سواء كانت نفس النقطة شبهها كما في الحال في الترافرسات او ان هي تبقى نقطة معلومة من الجهاز او من شغلك عادي لفيت مشيت مثلا كده كيلو اتنين تلاتة وقفلت على نقطة معلوم منسوبها طبعا انت جيت تقفل عليها المفروض المنسوب يطلع هو هو المنسوب مش هو هو بإذن الرحمن دلوقتي هنعرف ازاي نصح وما تنسوش تسألوا عن الكورسات المتاحة عندنا اهمهم الكورس الشامل وفيه بندرس الميزان والتوتال استيشن بشكل عملي ونظري بداية من الاساسيات وضبط الجهاز حتى اقض العمليات عليه تاني حاجة في الكورس هي المكتب الفني وفيه بندرس اوتوكاد وسيبل سيدي وبرولينك واكسل كبرامج مساعدة طبعا كعملية نقل الداتا من الجهاز الى الكمبيوتر والعكس وبالتأكيد اعمل البرامج في الشق المساحي بمعنى اصح هتكون شجال مكتب فني باحتراف بعد الانتهاء من الجزئية دي تالت حاجة عندنا هي قراءة اللوحات الهندسية وهنا هنعلمك ازاي تقرأ اي لوحة هندسية مهما كانت في اي قطاع منها لوحات الطرق والمرافق بكل تفاصيلها المختلفة ولوحات الانشاءات والتركبات بالتشبهات بينها كلها لما انخلص الجزئية دي هتكون انشاء الرحمن قادر على التعامل مع اي لوحة هندسية مهما كانت اما رابع جزئية هي التعريف بعمل التنفيذ بالقطاعات الاربع الهندسة المساحة وهي الطرق والمرافق والانشاءات والتركبات يعني هنا هتعرف خطوات العمل في القطاعات دي بالترتيب وإيه قبل إيه وإيه الواجب عليك في كل مرحلة من مراحل المشروع المختلفة ده كان محتوى الكورس الأشهر عندنا بإذن الرحمن غير الكورسات المتخصصة في مجالات معينة زي الانشاءات المتخصص والمرافق والطرق والتركبات وأبراج الكهرباء وتأسيم الأراضي وغيرهم للحجز والاستعلام معاكم الرقم على الواتساب يلا نبدأ دلوقتي عندنا زي ما احنا شايفين في الشاشة إن عندي نقطة منسبة عشرة ونقطة تانية هي هي برضو منسبة عشرة أنا أخذت نقاط حول الموقع ولفيت ورجعت لها تاني لكن لما رجعت لها ما كانش منسبة عشرة لقيت منسبة عشرة وخمسة سنطي يبقى نبتلت من عشرة وجيت قافل على عشرة لقيتها قافل على عشرة وخمسة سنطي إزاي حصحح الميزانية دي أو الموضوع ده؟ أولا عندنا قيم تصحيح سابتة أو حنوزع الخطأ بإيه؟ مش بالتساوي لكن حاجة اسمها بالتراكم وده الأفضل لأن أول نقطة في الشغل بتاعك هي أخذت مقدار واحد من الخطأ حسب الترتيب بتاعي ترتيب النقاط الخاطئة هتقولي ليه ما حطناها جدي في الديها أصلا للربير ده أصلا المعلوم فهو مش خاطئ أنت واخد منه فالخطأ بيجي من أول نقطة أنت رسلتها وأول نقطة بتتحمل واحد من الخطأ التانية اتنين من الخطأ لأن معاها خطأ إلا قابلها وخطأها التالتة أكيد تلاتة لأن فيه نقطة اتنين تلاتة والتلاتة فيهم خطط أو غلط فبالتالي وإنت شغال بتوزع القيم بتاعة التصحيح على حسب الترتيب يعني قيم تصحيح النقاط الحتة ليه قانون ده بيساوي ترتيب النقطة في قيمة الخطأ بتاعك طب أجيب الخطأ إزاي لكل نقطة الأجزاء اللي أنا هوزعها دي يبقى أنا أخذ قيمة الخطأ وأقسمه على عدد النقاط طب قيمة الخطأ هجيبها منين اللي أنا قفلت على النقطة دلوقتي المفروض منسبة عشرة أنا قفلت على عشرة خمسة سنتي يبقى أعلى أعلى بكم؟ أعلى بخمسة سنتي فبالتالي أخذت الخمسة سنتي دول هما دول هما دول قيمة الخطأ إجمال يعني خدتوا خمسة سنتي يسمتوا على خمسة اللي هو عدد النقاط الخطيئة من أول ثاني نقطة لحد النقطة الأخيرة فطلع لي واحد سنتي لكل نقطة حسب ترتيبها يعني واحد سنتي ده هو الخطأ طب عشان أجيب قيم التصحيح هتبقى ماشية إزاي واحد الترتيب في واحد سنتي اللي هو الخطأ نفسه واحد في واحد بيساوي واحد طب والنقطة أصلاً كنت حاسب جدول الميزانية أو رسلتها بتوتال ستيشن ولقيت إن فيه منسبة تسعة أربعة وتسعين طب تسعة أربعة وتسعين الخطأ كان زايد ولا كان آلل مواني التصحيح هنا بيبقى بعكس إيه في الملحوظة التانية يتم التصحيح الخطأ بعكس الإشارة لما يبقى عندي عشرة خمسة يعني أعلى من العشرة فبالتالي كل الخطأ حينزل لتحت لإنك عايز تمسك الضلع الأصفر ده تطبقوا على الضلع ده عشان تطبقوا ليه بقى لازم تطرح الخطأ زايد فبالتالي الواحد ده هيتم طرح تسعة أربعة وتسعين ناقص واحد تسعة تلاتة وتسعين طب والنقطة اللي بعديها هتبقى قيمة التصحيح بتاعها كام أو قيمة التصحيح عندنا اتنين في واحد اتنين اللي هو الترتيب في واحد اللي هو ايه قيمة الخطأ يعني اتنين سانتي يعني هيتم طرح اتنين سانتي يبقى عشرة خمستاشر ناقص اتنين عشرة تلاتة كذلك الحال في التالتة عشرة تلاتة سانتي كل المناسيب دي انت كنت حاسبها ملاش داعوا بأي شيء انت كنت حاسبها بالفعل ووصلت هناك لقيت كده فبالتالي العشرة ترتيبها تطرح منها كام اترح منها تلاتة لان هي ترتيبها تالت تلاتة за واحد سانتي هايسو كام هات تلاتة يبقى بالتالي تلاتة عشرة وناقص تلاتة بقت عشرة اه متر ده المنسوب الصحيح وبعد كده الربع اللي بعديها تسعة أربعة وتمانين ناقص أربعة لان ده ترتيبها في الخطأ اللي هو اربعة الترتيب في واحد سانتي بقى أربعة سانتي بعكس الاشارة يبقى تسعة تمانين كذلك الحل النقطة الأخيرة هنا هتتحمل إجمالي قيمة الخطأ لأنها فيها الخطأ كله 10 5 سنطي ناقص 5 سنطي اللي هو ترتبها 5 في 1 اللي هو فيها قيمة الخطأ يبقى 5 سنطي بعكس الإشارة يبقى 10 ناقص 5 سنطي بيساوي 10 يبقى أنا كده صعحت القيم بتاعتي كلها بتاعة المناسيب تمام؟ يبقى كده الموضوع بسيط جدا أول خطوة عشان نرجع واحدة واحدة تاني ونقول أول خطوة أول حاجة بجيب قيمة جزء الخطأ الواحد وده بنجيبه إزاي؟ إجمالي قيمة الخطأ في آخر نقطة على عدد النقاط الخطأ طبعا بنا استسنى من عدد النقاط الخطأ إيه؟ أول نقطة تمام؟ يبقى عندي عدد النقاط الخطأ هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس إجمالي قيمة الخطأ كام؟ طرح اللي أنا دخلت له 10 5 سنطي ناقص 10 إداني 5 سنطي موجب طب لو كان الخطأ تحت لو كنت داخل أقل لو جيت كده أقفل على النقطة ما لقيت 10 10 أو 5 لقيتها مثلا 9 95 9 95 معناها أن الخمسة سنطي دول أقل فلما يجي أصحع الخطأ هنا الخطوة الثانية إيه؟ يتم تحصيح الخطأ بعكس الإشارة يبقى بدل مطرح من المنسوب بتاع النقاط دي منسيب النقاط دي حجم عليها تمامي؟ يبقى حجم عليها القيم حسب الترتيب تاني حاجة عندنا كل نقطة بتتحمل قيمة الخطأ حسب ترتيبها يعني إيه؟ يعني النقطة الأولى تتحمل جزء واحد من الخطأ ده اللي هو واحد سنتي والنقطة التانية تتحمل إيه؟ ها؟ تتحمل الخطأ في اتنين والنقطة التلتة الخطأ في تلاتة والنقطة الرابعة الخطأ في أربعة والنقطة الخمسة الخطأ في خمسة هتلاقي الموضوع الزبط معاك والدنيا تمام فبالتالي عرفت الموضوع ماشي إزاي كنت شجال توتل كنت شجال جي بي اس كنت شجال ميزان يتم التصحيح بنفس الطريقة دي يبقى كده عرفت ازاي تصحح قيم المناسيب بالطريقة الافضل اللي هي طريقة التراكم مش طريقة التساوي لان كل نقطة انت بتبدأ تشتجل بيها بتتحمل قيمة متراكمة من الخطأ او مش حاجة سابتة حاجة بتكون عشوية لكن بتكون خاصية الوحيدة اللي احنا عرفة صحة على اساسها بتكون ايه? بتكون متميزة بالتراكم حاجة بتتبنى على حاجة بتتبنى على حاجة لحد ما اوصل لخطأ كبير في الاخر انت كنت بتركب مسلا المشروع كل يوم بتتحط في جيبك جنيه فكة في اخر الشهر بقى معاك كام بقى معاك تلاتين جنيه طب تلاتين جنيه دلوقتي دول هل لهم قيمة? ايو اللي هم قيمة طب الجنيه بتاع كل يوم ملوش قيمة ففي الاخر بيحصل معاك خطأ اجمالي لازم تعرف توزعه ازاي زي ما كان في فيديو النهاردة لو عندك اي سؤال ما تنساش تعمل كومنت وبإذن الرحمن هنرد عليك وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اصحابك عشان تفيد غيرك وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد عليها انت استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.